نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة تجربة مصر ثمانية والتي تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي لعملية إنقاذ طاقم وركاب مركب صيد ينفذ هجرة غير شرعية تتعرض للغرق وعلى متنه 130 فردا من جنسيات مختلفة تهدف التجربة لمتابعة الجاهزية وتنصيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا ولتقديم الدعم الطبي والإداري لهم